متابعينا الكرام متابعي موقع وجريدة أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللايف وهذا البس المباشر نهاردة كانت أولى جلسات رد المحكمة على عضية المضيفة التونسية معنا المستشار الكبير الدكتور أحمد حمد اللي هيقول لنا تفاصيل عن هذه العضية الصعبة واللي كمان هيذكر لنا قرار المحكمة اليوم والخاص بالتأجيل أم بيعني إيه اللي حصل النهاردة في المحكمة من إجراءات ده واحد رقم اتنين فاكرين حضراتكم المضيفة التونسية اللي قتلت بنتها واللي كل الناس يعني أصبحت بتتحدث عنها وسيرتها على كل الناس خاصة بعد ما قالت أن هي يعني السيدة العزراء ماليا من أحد الأنبياء جالها وقال لها اعملي كده طبعا بيدفع المحامي المتشار أحمد حمد بيدفع بأنها مختلة عقليا تعالوا نعرف القصة ايه أو عندها اهتزاز عقلي تعالوا نعرف القصة ايه التفاصيل من فم المستشار المحامي اللي بسك العضية سأل واردة عليك النهاردة كان الموضوع صعب شوية أدخل معنا للساعة ثلاثة وإحنا منتظرين في در القضاء إيه اللي حصل يا فرندي والله الأول برحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين الكرام اليوم كان نظر أولى جلسات رد المحكمة طبعا كان من ضمن أسباب الرد هو رفض طلبي بعرض المتهمة على لجنة من خارج مستشفى العباسية بعد إثبات القصور والعوار والفساد والإهمال في بعض تقارير مستشفى العباسية لو نتذكر كلنا قضية هناء محمد حسن حطروش قاتلة ابنها بالشرقية أنا كنت أتولى الدفاع عن هذه المتهمة قاتلة ابنها وطلعتها براءة رغم أن تقارير مستشفى العباسية جاءت تؤكد أن المتهمة سليمة ومتمسكة ومسؤولة عن الفعل الإجرامي لأن حينما طعنت على تقارير مستشفى العباسية بالتزوير وطالبت بعرض المتهمة على لجنة من خارج مستشفى العباسية تم تشكيل اللجنة بناء على قرار المحكمة من جامعتي الزقزيق والمنصورة وأكدوا في تقاريرهم على أن المتهمة مريضة نفسيا وغير مسؤولة عن أي فعل إجرامي على عكس كل تقارير مستشفى العباسية وحينها حصلت على البراءة بعد أن أكدت المحكمة في حيثيات حكمها من أنه يتوجب محاسبة ومعاقبة هؤلاء الأطباء لأنهم كادوا أن يتسببوا في قتل إمرأة زورا وزلما طبعا فجأت أن نفس اللجنة اللي كانت بتكشف على المضيفة التونسية هي هي نفس اللجنة بنفس أعضاءها التلاتة اللي المحكمة قالت أن تقاريرهم غير سليمة وتوجب محاسبته وطلبت بعرض المتهمة على لجنة من خارج العباسية أو الجلسة اللي فاتت بناء على ذلك ردت المحكمة لما رفض طلبي ولما طالبت أن المحامية ترافع في جلسة علانية مش في غرفة المدولة يعني شمعنا النيابة العامة تزيع مرافعتها على الملأ في غرفة المدولة أنا طلبت أن نتشبه امتسالا للنيابة العامة أن المرافعة تكون علانية وأن الهيئة تعقد الجلسة على المنصة خارجا التفاصيل القادمة إيه؟ يعني إحنا هنعمل إيه في رد المحكمة إذا ردت المحكمة بالقبول أو بالرفض والله طبعا القانون أعطاني لسه صلاحيات كتيرة وأعطاني سبل كثيرة أن أنا أجيب حق المتهمة نعم ممكن يترافع دعوة مخصمة فيه 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 سبل كتير أنا لن أترك المتهمة حتى أظهر الحقيقة طيب اللي برضو من ضمن الحاجات اللي هي اللي هي في العضية دي صعبة الناس بتلومك على إيه؟ على إنك تدافع عن واحدة قتلت بنتها والله الناس كلها لم يتني في قضية هناء حطرش قاتلة ابناب الشرقية أي وازداد لبهم لما تقارير مستشفى العباسية جيت قالت إن هي سليمة ومسؤولة عن الفعل الإجرامي أيوه والآخر أثبت إن كل حاجة غلط وإن المتهمة مريضة نفسياً وغير مسؤولة عن الفعل الإجرامي المضيفة الطيرات يعني أنا بحكي عن أنا أنا بتشبه الحالة دي بالحالة دي والواقعة دي بالواقعة دي وطلع كلامي صحيح خلينا نتكلم بصراحة البعض قال إنك أنت ملتها ملتها ماذا تقول داخل المحكمة؟ أصلي كانت القوة العقلية سليمة من اللي قال سليمة يا بيه معايا فيديوهات لها من سنة واثنين وثلاثة وريتها لكم وعرضتها للسادة المشاهدين وهي بتكلم نفسها لو تحبوا تسمعوها واحدة بتقف قدام المريضة تصور نفسها وهي بتتكلم فيديوهات وبتقول كلام غير مفهوم من سنة واثنين وثلاثة إزاي تقولوا إن هي سليمة واحدة حاولت الانتحار بعد ما قتلت بنتها إزاي تقولوا سليمة واحدة الشهود والزوج جنب تحيات النيابة قالوا إن هي دايما تكلم نفسها وغير طبيعية إزاي تقولوا إن يا سليمة رجاء أنسمع للسادة المشاهدين ده على مسؤوليتي صوت المتهمة مريضة نفسيا يا بيه وغير مسؤولة عن أفعالها يا بيه واحدة غير طبيعية واحدة حاولت تنتحر وتطعن نفسها بسكين طعنات نافذة طعنات قاتلة طعنات مميتة مش بتعاور نفسها يا بيه لحقوها على آخر لحظة مجنونة هابلة يا بيه مجنونة طيب اللي انت طلبته برضه اللي دايما بتطلبه تأسيسا على عضية هناء حتروش أول ما يبقى فيه أحمد حمد في العضية لازم يطلب تحولها للجنة خماسية من خارج العباسية لو شعرت ان المتهمة مريضة بطلب عرضها عندي قضايا كتير جدا قتل في أسيوت وفي سهاج وفي قنة وفي الأسكندرية لم أطلب عرض المتهمين على لجنة سواء من العباسية أو من خارج العباسية لتأكدي وطيقني من أدنى المتهمين سلام وغير مرضى نفسيين أما أنا هنا فيه مبشرات يا بيه واحدة الجيران والزوج جم يقولوا ان هي مريضة نفسية واحدة معايا فيديوهات لها من سنة واثنين وهي بتقف قدام المراهة تكلم نفسها ما نكشفش عليها يا بيه ما ندهاش حقها يا بيه مين يقول إنسانة طبيعية اللي قتلت بنتها بدون سبب قولولي إيه السبب؟ وانا هاعترف بالجريمة وهاعترف بالواقعة وهاعترف ان هي سليمة ايه السبب؟ ايه الملابسات؟ هل في مشاكل بناء وبنزوجها؟ لا لو انت اطلعت على ملف القضية كانت لسه علاقتهم زي الفل عشر على عشر هل في مشاكل مادية مش قادرة تأكل البت؟ لا زروف المادية كويس الكلام ده كله كلام مرسل غير حقيقي المتهمة من وجهة نظر الدفاع أحمد حمد مريضة نفسيا توليت عدة قضايا سابقة منها هناء حطروش قاتلة ابنابي الشرقية وأكدت إن هي مريضة وأثبت إن هي مريضة نفسيا وغير مسؤولة عن الفعل الإجرام برضو خليني دخلناك في مفروم يعني مجرات الأمور شوية ليه محدش من الأسرة جيه معها مويفة الطيران يحضر معاها الجلسة؟ أنا بأكد لحضرتك إن الزوج يكفي حضوره أمام هيئة المحكمة ويقر ويعترف الزوج أكد وقر واعترف إن مراته مريضة نفسيا وغير مسؤولة عن أي فعل إجرامي عايزين إيه تن الزوج اللي قتلت ابنته أكثر واحد حضر هنا على القاهرة؟ حضر يا فندم أمام محكم الجناد القاهرة وطلب من القاضي إن يتكلم وأكد إن هي مريضة نفسيا إيه اللي جاي للمستشارة أحمد حمد؟ الدكتور أحمد حمد؟ إيه اللي جاي؟ اللي جاي إن إحنا في انتظار إن شاء الله قرار المحكمة وعندنا ثقة مطلقة في قضاة مصر إن هيساعدونا في كشف الحقيقة وأنا جاي بمستندات رسمية أو أنا جايب أتكلم كلام مرسل أنا جايب مستندات تؤكد إن هؤلاء الأطباء تقاريرهم مغير سليمة يعرضوه على لجنة من خارج العباسي آدي اللي بنتطلوب ده تأسيساً على عضية هناء حتروض؟ مش كده بس وبرضو طلب الرد إن أنا الجلسات بتاعتشتغلت في المدولة والنياب العامة ترفعت أمام الملأ ده ليه كده؟ مش معنى؟ يعني أنا أخش غرفة المدولة ترافع وأتكلم وهم يزيعوا أخبار